اهلا بكم كل سنة وانتو طيبين النهاردة هنعمل مع بعض مزود بطريقة سهلة بخامات موجودة في البيت هنعمل لها اعادة تدوير زي ما احنا متعودين في فيديوهاتنا مش هطاول عليكم يلا بينا نعرف الخامات اللي احنا هنحتاجها والطريقة اللي هنعمل بيها المزود سوا يلا بينا نبتدي اول حاجة الخامات اللي احنا هنحتاجها عشان نعمل بيها المزود هنحتاج كرتون قديم عندنا هنعمل له عدد تدوير ونعمله مزود زي ما احنا متعودين نستخدم الحاجات الموجودة اصلا في البيت وعشان نلزقه هنحتاج طبعا مصدد شمع وشمع هنحتاج كمان ورق كرافت وده تقدروا تجيبوه من المكتبات بتباع بالفرخ او ممكن تجيبوه شجرة اسمان تكون قديمة بتفكوها وبتستغنموه كمان هنحتاج شجرة كريسمس تكون قديمة عندكم هناخد الفروع بتاعتها او ممكن تجيبو طول بتباع عند بتوع حاجة الكريسمس واعيد الميلاد وكده كمان هنحتاج التمثيل بتاعت المزود طبعا وهنحتاج ورق اغدر او زرع ممكن يبقى مثلا في فوزة قديمة عندكم اه تستخدموه بحيث ان هو يدي اه شكل يعني جمالي او ممكن حتى تعملوه وتقسقصه اه فوم اغدر وتستخدموه اي حاجة اه المتاح يعني عندكم اول حاجة هنعملها ان انا هجيب الكارتون بتنيها تبقى رأيين فوق بعض وبرسم عليها شجرة الكريسمس طبعا بتزبطوها بالمسطرة بعد كده بتقسوها وبعدين بجيب بقى الكارتون اللي تبقى من القص ده ببدأ احطه يبقى قاعدة مع كل فرع من فروع شجرة الكريسمس تمام احنا المرودية نعمل المزود بتاعنا مش بس مزود لا مزود وشجرة دبل مع بعض زي ما انتوا شايفين كده انا عملت اه اربع طبقات كل طبقة فيها مسلس لزقته بمسدس الشمع وبعدين اه حددت شكل المغارة بورقة كارتون وعملت لها زي سلالم الشكل بقى الخليجي ده بتاعه كنتم وكنت ازبطوه بالطرية لانتوا حابينها وبعدين بجيب وراء الكرافت وبكرمشه وببدأ ألزقه بمسدس الشمع بغطي الشكل كله وبعدين بجيب شجر قديم عندي او حاجة من فازة قديمة او كده وببدأ ألزقها بشكل عشوائي وبعدين بجيب الفروع بتاعت الشجرة بتاعت كريسمس بأسقصها وبحطها على اطراف المزود او اطراف الشجرة من برا زي ما انتوا شايفين بمسدس الشمع كل ده بلزقوا به بعد كده الخطوة اللي وراها انتوا زي ما انتوا بقى بتحبوا ممكن تجيبوا سبري بوني وترشوا عليه كله او سبري فضي او ممكن تسيبوها كده او ممكن تجيبوا ورنيش وبتدهنوه عشان تدي لمعة وبتدي شكل الجبلي للمزود وبعدين بنجيب التماثيل بتاعتنا وبنلزقها في قلب المزود او ممكن تحطوها اا طبعا زي ما انتوا شايفين المزود انا عملها بزاوية بحيس ان هو ما ياخدش مساحة فنفس الوقت يبقى شكله جميل وكبير اا وبعدين انا عاملة شجر هنا هتقدروا لمزود اللي قبلي كده عملنا مع بعض وسيب لكون لينك بتاعوا في صندوق الواصفة اول تعليق مسبت واعدين جيبت فايبر وببدأ اوزعه بنشكل عشوائي على اطراف الشجرة والخشب الصغير ده انا جيبته من شجر فروع شجر عادية مزروعة في الشارع يعني بتجيبوها وتحطوها عشان تدي شكل يعني واقعي وبعد ان بتعملوا النجمة وبتلزقوها طبعا النجمة سهلة بتعملوها برضو بوراء الكرتون وتلزقو عليها فوم جليتر او طل حواليها بالطريقة اللي انتو عايزينها او تجيبوا نجمة جهزة وتحطوها وبعد ايه منجيب فرع النور وبنحطوه في قلب المزود اه وده المزود بتاعنا في شكله النهائي يا رب يكون عجبكو كل سنواتو طيبين وميري كريسمس وهابين يو يير ويا رب تبقى سنة سعيدة عليكم ما تنسوش تضغطوا على لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد وكل افكارنا وفي شير للفيديو لو عجبكو واشوفكم على خير في فيديو جديد وفكرة جديدة باي باي